في واحد بقى عايزة اسألك عليه لوحده كهربا كهربا غياب كبير سبع شهور تقريبا وكتر عن المشاركة في المباريات يلعب مبارتين على التوالي بأداء جيد جدا عدد الدائب بتزيد كمان من مباراة لمباراة النهاردة فكرة الرهان اللي كسبوا مارسي الكولر مع كهربا كسبوا ليه مارسي الكولر كسب الرهان على كل اللي عبين اللي راينا عليهم بالمنازة تحسب لمارسي الكولر إنما كهربا مركز تماما اتكلمنا من يومين يا كريم قبل المباراة بعد المباراة سمو حققتلك إنه كل الكلام مع كهربا إنه قبل مباراة الزمالك وارد يبقى فيه ضغوط وارد يبقى فيه بعض الضغوط خلال المباراة نفسها اللعيب وعاد الجميع إنه أنا مركز أنا هلعب مركز في اللعبة بس مركز في المباراة بس أيا كانت الضغوط أنا مش هستجيب ده واضح تماما خلال المباراة رغم نشوط الأول كان كهربا معزول تماما بسبب الأدوار والفصل والضغط اللي كان بيعملوا الزمالك ونزول أفشا في عمقد وسط النادي الأهلي عشان يعمل السطارة اللي كنا بنتكلم عليه سواء حمد الفاتح ديانجي معهم أفشا فكانوا معزولين شوية الشوط التاني والتحركات بتاع الكهربا عمل واحدة وحطوا له حسين واحدة راحت ضعيفة في إيد محمد عواد لكن الدور اللي عمله كهربا وحالة الفوآن اللي عليها كهربا النهاردة تحسب لكهربا بيفتح صفحة جديدة في المبارات التانية وفي لقطة مهمة جدا جدا يا كريم تبقى لك الحالة النفسية بتاعت كهربا وقد إيه هو جوه الفرق قد إيه هو ما بقاش كهربا اللي بيعدي ويعمل مشاكل ويروح ويعمل عايزة جيب اللقطة بتاعت وهو خارج من الملعب وبيكلم مع محمد شريف وبيقول له هتجيب جول رد عليه محمد شريف في المباراة بهدفين اهي ياريت ان نكملها كهربا يا كريم كان كل اللي بيتقاله قبل المباراة غير طبعا الشغل الفني كان التركيز كله على انفعالات كهربا دي حالة كهربا وخارج من المباراة وبيتكلم بيقول له هتجيب جول دي لقطة تبايل لك قد إيه قد إيه أنا خارج من الملعب في الديهاة 63 وانا اللي نزل ده الفرود الاساسي اللي بيلعب اللي انا واخد مكانه وبيتكلمه بيقول له انك هتجيب جول دي حالة بتعكسلك هو اللعيب مركز عنده مشاكل خارج بصص للجمهور ولا بصص لزميله ودي كانت بتتاخل كتير على كهربا صفحة جديدة بيدخل بها كهربا تاني يمكن تكون فرصة بالنسباله خلال الفترة القادمة والأهم انه كان معاد توفيقة كريم التوفيق دايما ما بيجيش بالصدفة كان موفق في المباراة اللي فاتت النهاردة كرة وحيدة كورتين وراح بكورتين واحدة من على الجنب زي ما قلنا اللي بسكها عواد والتاني كورتين خلال المباراة قدر يسجل منهم لكن تحركات كهربا يا كريم حتى لو كان معزول النهاردة واحدة كانت تسلم في الشوط الأول التاني راحت حمد يفتحه وبعد كده كانت في العرضة التالتة اللي بسجل منها النهاردة كهربا قدم مردود جايج جدا رغم حالة الفصل في أول 45 دي تحسب لمرس الكولر وقبل مرس الكولر في ديم ازاي تحسب لكهربا